العام الدراسي سيبدأ رغم وجود وباء كورونا مدارس دنيبرو تستعد لليوم الأول من سبتمبر مراعية قواعد الحجر الصحي الجديدة كيف ستطبق إجراءات الأمان والسلامة خلال الدروس والاستراحات وهل ستكون الكمامات إلزامية للجميع وإلى أي مدى ستتأثر العملية التعليمية المسافة بين المقاعد من متر وعشرين سنتيمترا إلى متر وسبعين في كل قاعة في المتوسط متر ونصف توضح مديرة المدرسة رقم 134 في دنيبرو الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل في ظل ظروف الحجر الصحي في أوكرانيا في الصفوف ترعى المسافة الفاصلة بين المقاعد إلى أقصى حد ممكن وفي المنبرات علقت اللافذات الإرشادية سيفتتح مدخلان إضافيا تتخذ كافة التدابير المتعلقة بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء الدروس وبعدها تقول مديرة المدرسة إن التدابير التوخذت بشكل سريع لكن إعداد جدول الحصص استغرق وقتا أطول ولا يزال تحت التعديل حتى نخفف من الازدحام نقوم أيضا بتوفير مساحة واسعة في فترة الاستراحة إعداد جدول زمنية مناسبة وتقديم دروس إضافية للصفين السادس والسابع هي أحد ابتكارات العام الدراسي الجديد التلميذ وفق التدابير الجديد غير ملزمين بارتداء الكمامات في الصفوف على عكس المعلمين الذين تقعوا على عاتقهم مسؤولية كبيرة فهم مطلبون بقياس درجة حراراتهم عدة مرات في اليوم وتغيير الكمامات كل ساعتين واستخدام المطهرات نظرا لعدم معرفتنا بطول مدة الحجر الصحي ومتى سنخرج منه فإننا نشتري الآن مزيدا من المطهرات والكمامات لنكون قادرين على تزويد جميع المدارس بها 155 مدرس في دنيبرو جاهزة لاستقبال التلاميذ ويأمل المعلمون أن يبدأ العام الدراسي في موعده ترجمة نانسي قنقر